زي ما بنقول كده ختاموها مسك مبروك جماهير النادي الاهلي مبروك نجوم النادي الاهلي مبروك الجهاز الفني وبالتأكيد مبروك الإدارة بنختم عشرين تلاتة عشرين سنة الحقيقة يعني عشنا فيها لحظات سعادة وفرحة الواحد دايما في أول السنة كده أو هو بيودع سنة وبيستقبل سنة جديدة بياخد كده فلاش باك سريع يبص فيه على أهم اللقطات أهم الحاجات أهم الإنجازات اللي قدر أنه هو يحققها واللي مقدرش بيبصوا وبيحلموا بيدي يا ربنا أنه السنة اللي جاية يا رب تكون سنة سعيدة بالخير وبالصحة وبالسعادة علينا جميعا يا رب على كل المصريين أهلوية وغير أهلوية على كل الأشقاء العرب وعلى الأمة الإسلامية وعلى أشقاءنا في فلسطين وفي غزة على وجه التحديد سنة إن شاء الله بإذن الله يكون نهاية صبرنا فيها خير كبير يعم على الأمة العربية والإسلامية وانت بتبص وبتعمل شريط الزكريات ده لما تبص الجمهور نادي الأهلي العظيم جمهور عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معاني وأقول لكم ليه مش بالكلام ومش بالشعرات لكن لما أجي بص لشريط الزكريات الأهلي هو مين فرحك السنة دي قد الأهلي يعني جمهور الأهلي مين في العالم نادي فرح جماهيره قد النادي الأهلي من البدايات وحتى النهايات وكان ختمها مسك طبعا الفوز والتتويج بلقب مهم جدا وغالي جدا على الرغم إنه لما تيجي تسأل أي أهلاوي تقول له إيه ترتيبك في أولويات البطولة هيقول لك مثلا اللي بحلم به بجد واللي نفسي فيه بجد ونفسي في يوم من الأيام الأهلي يصل إنه يحصل البطولة هيكون كاسة العالم لأندي ده طموح كتير من جمهور نادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله في يوم من الأيام الأهلي قادر إنه حقق اللقب ده ناس كتير جدا هتتفق إنه لقب بطولة أفريقيا أو دوري أبطال أفريقيا هو اللقب الأهم والمفضل والأغلى والأصعب بالنسبة لجميعنا دي ألقاب المحلية إجمالا مهمة إجمالا دخل في أجندة الأهلوية لكنها مش من حيث الأهمية أو من حيث الأولوية مش درجة أولى مش هبعانين منها أوي يعني أهلي محرمناش الحقيقة هو صاحب الألقام القياسية في مصر وفي إفريقيا وفي الوطن العربي وهقول كمان في العالم لأنه ما بين يمكن 3 أو 4 عندها هما الأعلى على مستوى الألقاب على مدارة تاريخهم في العالم كله لكن مش دي قص مش دي قص على إطلاق بطولة السوبر بالنسبة لي البطولة الأخيرة دي جات في ظروف صعبة جدا وقصية جدا ويمكن إحنا كجمهور ما بنحسبش حساباتها أوي لكن أنا بشوف إنه مكاسب الأهلي من البطولة دي كبيرة جدا هو طبعا فعليا السنة لسه فاضل فيها 24 ساعة عشان نحتفل بإذن الله باستقبال سنة جديدة عشرين واربعة وعشرين لسه قدامنا أكتر شوية من 24 ساعة لكن عمليا السنة بالنسبة لنا انتهت لما تيجي تبص في كشف الحساب وتبص للبطولة الأخيرة دي هتجد إنها كانت في منتهى الأهمية من ناحية التوقيت ومن ناحية المعنوي وهنسب الفضل فيها حقيقة رغم إنه ميسر مارسل كولر أجاد بشكل كبير وهو جهازه المعاون دارة النادي الأهلي بدعمها المتواصل حقيقة لكل فرقة النادي مش بس فرقة كورت القدم كان لها دور كبير جدا لعبتنا ونجمنا كلهم على جميع المستويات اللي شاركوا فيه الخمس مطشوات الأخيرة بطولة كاس العالم وموراها مطشوين بتاع السوبر يعني قدمتهم وعدتهم فأوفيتهم زي ما بيقولوا قدمتهم كل ما كان هو مطلوب وزيادة شويتين باستثناء الخمس مطشوات ديها في مطش مبارح يعني لكن في النهاية إجمالا أنا الحقيقة شايف إنه من أهم مكاسب البطولة دي البطولة دي تحديدا أحط فيها أمام عشور في مطش سيراميكا في حتة وأنتوني مودست في مطش فيوتشر في حتة تاني الاتنين دول بالذات يعني موجة الانتقادات أو محاولات الاغتيال المعنوي من الإعلام أو من منصات التواصل الاجتماعي اللي استهدفت الاتنين دول كانت كبيرة جدا كبيرة جدا يعني إيه تختال لعب معنويا بص على ما حدث مع إمام عشور منذ بداية انتقاله للنادي الأهلي وما زال يحدث وسيحدث فيما هو قادم أوقات من أحداث وبص على أنتوني مودست اللي يمكن كمان تكون شاركة بعض الجمهور الأهلوية في محاولة اختياله معنويا أنا اتكلمت هنا مع حضراتكم على أنتوني مودست كتير واستضفت كتير من اللعيبة يعني دايما في فقرة الكونفرنس اللي بنصدي فيها ضيوف من خارج مصر استضفت ناس دربت أو لعبت مع أنتوني مودست حاولت تشرح الحالة وأفهم التركيبة وقلت لكم أكتر من مرة اللعب ده عنده كتير عشان يقدمه للنادي الأهلي بس محتاج الدعم حظه ممكن يكون وحش التوقف أو ابتعاده عن المشاركة لفترة طويلة قبل انضمامه للأهلي يأثر بشكل مباشر قصة اندماجه مع الثقافة وراحت بيلعب طول عمره في أوروبا يجي يلعب في مصر ويلعب في أفريقيا بالتأكيد محتاج بوقت عشان يستوعب ويفهم لكن بشوف أنه مودن الأخراني ده قرب مودست بشكل جبير إداله فرصة كبيرة جدا فرسل الأرض الزينبة بنقول كده وأعتقد أنه عليها أنه يستغل هو فيهم الأهلي يعني موجود مودست مع الأهلي في كاسة العالم الأندية ومشاهدة مودست لجمهير النادي الأهلي وهي بتملى ملاعب خارج الأرض في السعودية كانت أو في الإمارات فوز الأهلي على اتحاد جدة اللي مودست نفسه عارف أنه بيضم النجوم على أعلى مستوى مودست الفرنسي بالتأكيد يعرف كريم بن زيمة وأكيد يعرف نجول وكانتي وأكيد يعرف مشوارهم وأكيد يعرف مشاركتهم مع كاسة العالم مع منتخب فرنسا فبالتأكيد فوز الأهلي على فريق بيضم عشر محترفين على أعلى مستوى في أرضه وفي ملعبه وفي سجمهوره فوزه على بطل دوري أبطال آسيا تتويجه بميداليا برونزية في بطولة هي الأهم بالنسبة لأنديها على مستوى العالم مشاركته بعد كده الفعالة في تتويج الأهلي هو كان مفتاح الفوز في ماتش مودن فيوتر الهدف اللي أحرزه والأسيست اللي ده لكريم فؤاد أعتقد أنه هم قطعوا مشوار كبير جدا من التحديات اللي كان بيقابلها أنتوني مادس عشان كده بشوف أنه البطولة دي إن شاء الله تكون دافع لي عندنا وقفة طويلة عندنا وقفة طويلة هنرجع فيها كتير من الحسابات وهنقيم الأمور هي إقدارة الأهلي ما تأخرتش الحقيقة لكن قبل ما أدخل في التفاصيل إحنا إن شاء الله طبعا هنقفل صفحة البطولات الأندية وقدم نشغل صفحة كبيرة جدا اسمها منتخب مصر منتخب مصر اللي بعد أيام حوالي أسبوعين تقريبا من النهاردة قدامه تحدي كبير تحت قيادة روي فيتوريا قيمة مصر هنتكلم عليها النهار قيمة منتخب مصر قيمة نهائية اللي شارك بيها المنتخب في بطولة أفريقيا واللي من ساعة ما تم القلان عنها وأنا بسمع كمية انتخبات كبيرة جدا لكن مش ده بس موضوعنا النهاردة يعني طبعا يهمنا كل التوفيق لروي فيتوريا كل التوفيق اللي لعبتنا كلهم نجوم كبيرة جدا وإن كان في بعض علامات الاستفهام على الأسماء اللي ممكن تكون انضمت أو الأسماء اللي ممكن تكون استبعدات زي مثلا ياسر إبراهيم لكن مش عايزة أدخل في التفاصيل دلوقتي المركاتو المركاتو في هذا التوقيوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله هيبدأ فتح باب القدل الأندية لصفقات المسم من اتقالات الشتوي وأعتقد أنه يمكن قبل ما ميستر مارسل كولر ياخد أجستو كان فيه اجتماع مع كابتل الخطيب هنتكلم على تفاصيله النهاردة فيما يتعلق بالتدعيم لكن خلينا أقول لكم أن كل ما ذكر كل أو كل ما يذكر حتى اللحظة سواء في أسماء راحلين أو أسماء صفقات حسامها النادي الأهلي خلينا أحطها كده مبدئين قبل ما أرجع لكم في التفاصيل غير مؤكد بنسبة 100% خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا السنة دي الحقيقة يعني ردت على كل أنواع الانتقادات سميها أو التشكيك أو الشمعات اللي بتتقال على النادي الأهلي السنة دي سنة شوف من تاريخ من 1907 لـ 2023 تاريخ طويل جدا وحافر لكن السنة دي بس يعني لو أخذت من تاريخ الطويل ده السنة دي بس فهي ردت على كل من شكك في نجاح النادي الأهلي بقى أي شكل من الأشكال ما عرفش بقى ناس تقول نادي ده ولا ما عرفش ناس تقول لك التحكيم مجاملات الاتحادات لكن تعال بص وشوف الأهلي بيعمل إيه يعني خليك موضوعي كده بكلم الجمهور لا بكلم وسائل إعلام ولا بكلم السوشيال ميديا ومنصتها وصفحاتها بص على الوشوش بص على الأجيال المختلفة بص أسماء أجيال فرق كاملة رحلت والمشهد ده مختفاش ما غابش عن جماهين النادي الأهلي مشهد التتويق ده شيء اتعود عليه أي حد بيلبس تشير نادي الأهلي آن كان اسمه آن كان نجوميته الأهلي ما بيقفش على حد والأهلي مش محتاج مسندة حد بص العشرين تلاتة وعشرين وشوف الأهلي بره أرضه مع كبار وعلياة القوم بيعمل إيه يعني لما أقول لك الأهلي بيلعب في كازابلانكا استاد مرعب محمد الخامس مع مين مع الوداد كبير الكرة المغربية وحامل لقب بطولة دوري الأبطال ومنافس الأهلي في السنوات الأخيرة وواحد على أقل من الأربعة الكبار على مصدر أفريقيا في آخر أربع نسخ من بطولات دوري الأبطال على ملعبه وفصت جمهوره وياخد من الوداد بطولة دوري أبطال أفريقيا لقب غالي جدا النجمة الحداشر دي على جميع النادي الأهلي خلصنا أفريقيا طب تعالنا نروح أسيا الأهلي في بطولة كاس العالم الأندية بالتأكيد على حساب فلومينينزي ومنشست الستي وأوراواردز وكلاب ليون والتحاد جدا صاحب البلد المضيف بكل إمكانيات اللي حضراتكم عارفينها ما أعتقدش أنه الفيفا ممكن يكون بيجامل الأهلي ولا أنه حكام البطولة بيجامله الأهلي فالأهلي في مواجهة اتحاد جدا بكبار نجومه وفي حضور جماهيره اللي بيقول لك أنه الاتحاد هيخد بطولة كاس العالم مش اتحاد هيكسب الأهلي الاتحاد جاي يكسب منشست الستي وهتقولنا الأهلي فالأهلي يقدم واحد فين بقى نسيب كازابلانكا ونسيب المغرب ونروحها السعودية وتحديدا جدا فالأهلي يقدم واحدة من أفضل عروضه على مدار السنة كلها ويكسب الاتحاد ثلاثة واحد ثم تيجي موقعة الأفرو أسيوية بطل دوري أبطال إفريقيا في معجد بطل دوري أبطال آسيا الأهلي في معجد بطل اليابان قراء وردس فالأهلي يقدم ملحمة ويحسسك أن كورة في آسيا سهلة جدا إذا كان ده بطل آسيا فنقدر تكسبه بمنتهى سهولة فالأهلي مش محتاج مجاملة الأهلي مش محتاج مسندة من حد الأهلي الحاجة الوحيدة اللي بتسند عليها ظهروا وسندوا في كل الأوقات الصعب منها قبل الكويس هو جمهور النادي الأهلي صاحب دور البطولة ومتصدر المشهد الحقيقة في تتويجات الأهلي الأخيرة طيب خلينا نروح لمتابعة في اللحظات اللي احنا مع حضراتكم فيها في مباراة باسكت دلوقتي تتلعب بين الأهلي وطيران في إياب دور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكورة السلة للسيدات والمقامة حاليا في صالة الشهداء بالأهلي في الجزيرة الأهلي كان فس في مباراة الزهاب بنتيجة كبيرة طبعا سبعة وتسعين سبعة وعشرين مباراة العودة بتتلعب دلوقتي والنتيجة تسعتاشر ستة لصالح النادي الأهلي ونتابع مع حضراتكم طبعا طبعا لحالكم شايفين وعلى هوا بالزبط كده إحنا المطش أو المباراة اللقطات منها موجودة معنا دلوقتي والأهلي متقدم تسعتاشر ستة في مباراة العودة وده طبعا المشاهد لحضراتكم بتشوفوها دلوقتي دي على الهواء مباشرة من صالة الشهداء في النادي الأهلي طيب نروح لقيمة المنتخب بحالة جدل كبيرة جدا جدا ما كناش محتاجينها الحقيقة يعني ما كناش محتاجينها على الإطلاق اختيارات روي فيتوريا إحنا يعني طبعا قلبا وقالبا الرجل هو صاحب القرار الأول والأخير وهو هو اللي هيتحمل مسؤولية قراره لكن إحنا لما بنتكلم بيبقى هدفنا مصلحة المنتخب وبنبقى بس كإعالميين محتاجين نفهم الأسس اللي تم على أساسها الاختيار وقال في معايير محددة مختارها أو محددها روي فيتوريا في الحالة دي بس محتاجين ان احنا نفهمها بمنتغى الوضوح الشفافية لكن هو في النهاية المسؤولي الأول ومن حقه يختار اللاعبين الأنسب أو الأفضل أو اللي قادرين ينفذوا فكره في بطولة أفريقيا طبعا وهي التحدي الأهم والأصعب بالنسبة لوي فيتوريا منذ تولى مسؤولية المنتخب الوطني خليني قبل ما أقول لحضراتكم القيمة والأسماء اللي تم اختيارها بشكل نهاية القيمة النهائية نشوف في لوي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني قال إيه النهاردة في المؤتمر الصحفي ونرجع لحضراتكم نوش تمز اكيا واني مايو بقالي هنا معاكم تقريبا سنة ونص وكان واضح إن في دلوعت شخصية واضح لمنتخب مصر إحنا عدنا نخلقها واضح جدا في المباريات لعبنا أصاد أكثر من خصم في الفاترة دي لعبنا أصاد خصم صعب وخصم منو أقل شوية في الصعوبة وكل فريق كان لي طبعا الخصائص بتاعتو والسلوب بتاعتو وكان دايما الشكل بيزهر بي منتخب مصر أو السلوب اللعب بتاعنا هو نفس الشيء وصاد فريق قوي أو فريق أقل شوية في الصعوبة فريق يسحل الستحواز دايما بيحافظ على الكورة وعند حتى ما بنفقد الكورة نحاول أن نسترجعها في وقت سريع ودايما يكون الفريق منظم ومحافظ على التوازن سواء دفاع أو حجوم هذا إن شاء الله اللي هيكون موجود معنا طبيعي أن المنافسة المرادية هتكون مختلفة كذلك الخصم اللي احنا هنلعب هنلعب على أكثر من اسلوب يعني أكثر من خصم ويكون في اختلافات كبيرة منهم ولكن المجموعة الموجودة واللي هتمسل المنتخب مصر بتديني الدمان ويتديني التمقنان أنهم يقدروا يمسلو المنتخب بشكل جيد جدا في أي من الظروف وفي أكثر من اسلوب بما تعلق باللعب سوبي وفاتوح أكيد طبعا أن أنا أتفكر كتير جدا في المسألة دي وخدت مني وقت كبير في التفكير ولكن وصلت للقرار أن فاتوح أنا لعب معجب بي جدا على المستوى الفني كلاعب طبعا يعني دي قناعات في الأول والآخر محدش يقدر يتدخل أعتقد يعني محدش يقدر يتدخل فيه اختيارات أو معايير اختيارات المدير الفني المنتخب الوطني هو صاحب القرار الأول الأخير وهو لا يحسب على الفاتورة لكن في النهاية هو منتخبنا إحنا منتخب مصر اللي إحنا أعتقد كلنا متفقين أنه بإذن الله هنفرح فرحة كبيرة جدا لو المنتخب عاد مرة تانية لمنصات التتويق وده ما يمنعش إن إحنا نسأل يعني في بعض الأسماء اللي تم اختيارها أو بعض الأسماء اللي تم استبعادها كانت بالنسبة لنا علامات استفهام كنا محتاجين نوضح فكرة إنه الراجل يصرح في المؤتمر الصحفي مفيش مدير فني يقدر يوعد ببطولة أنا متفق معهم اليوم في الماء يعني من الجنون مهما كنت حتى لو كنت جوارديولا أو عن شيلوطي حتى المدربين دول أليكس فيرغسن في عزه يعني كان بيكسر ألقاب وبطولات جوارديولا ومعها أفضل سكواد في البايرن ميونيك وفي الستي خسر بطولات وخسر ألقاب مهمة جدا خسر بطولات زي الشامبينز ليج كان هو الأقرب لها في نسختين واربعة خسر في المرتين أنشلوطي خسر ألقاب كل المدربين بيخسروا ألقاب فمهما كان معك سكواد أو مهما كنت مرشح أول لأي لقب ومن وجهة نظري منتخب مصر مش مرشح أول بطولة اللي جاية لكن يقدر يوصل لكن يقدر يوصل عشان الناس بس ما تاخدش كلامي غلط أو ما تفهمش كلامي غلط لكن الحقيقة أنا بالنسبة لي معين اللي اختار فيها كلام كتير جدا فيها حاجات كتير جدا بالنسبة لي كانت علامات الاستفهام زي ما كانت بالنسبة لناس كتير ما هياش حاجة يعني مش جايب حاجة يعني إذا كنت بتتكلم على نسب المشاركة يعني إذا كنت بتتكلم على نسب المشاركة أنا شايف أنه في القايمة اللي تم اختارها طب خليني نستعرض مع حضراتكم الأسماء اللي تم اختيارها الأول حرص المارمى روي فيتوريا اختار أربع أسماء محمد الشناوي قائد الأهلي ومنتخب مصر والحرس الأول للمنتخب طبعا مع أحمد الشناوي محمد أبو جبل محمد صبحي الثلاث أسماء الحقيقة مع كامل الاحترامي وتقديري ليهم يعني ما حدش يقدر ينكر أبدا أنه هم لعيبة كبيرة وكل حاجة لكن في الوقت الحالي أعتقد أن فيه مشكلة سواء من حيث معدلات الأداء والأرقام يعني تعالى نبص كده على بيرامدز والبنك الأهلي والزمالك محمد صبحي تقريبا غيب عن مشاركة عدد كبير جدا ما بيلعبش محمد أبو جبل مع البنك الأهلي استقبلت شباكه 17 هدف الشناوي بيرامدز في بطولة الدوري أعتقد 9 هدف وفي نص دور المجموعات 14 هدف لو نتكلم على مستوى الأرقام بالإضافة طبعا لعودة من الإصابة فيه منتكلم طبعا يعني على عدد يمكن ينقصهم الخبرة الدولية وبالتأكيد دي نقطة مهمة يعني أبو جبل حقيقة عنده خبرة دولية على المستوى منتخب مصر كويس جدا لكن فيه لعيبة كتير جدا أو حراس مرمة كتير جدا في الدولي المصري أنا مش هقول أسماء لكن أعتقد كتير جدا بأنها تاخد فرصة على أقل كحارس رابع على أقل كحارس رابع همتكلم أبو جبل عشر مطشاط لعيبهم دخل فيه أو استقبلت شباكه 17 هدف ده على مستوى المشاركة والأرقام طيب تعالي نروح لطيب فاصل معنا جاهز طيب خليني نروح لفاصل ونرجع نكمل بقية قايمة منتخب مصر لسه لأهلي مازال متقدم في مباراة سيدات السلة 34-38-8 أعتقد بعد الباسكت الأخراني ده 38-8 ونتمنى إن شاء الله التوفيق أعتقد المواجهة شبه محسوما لأهلي حسب مواجهة الزهاب نتيجة كبيرة جدا 97-27 طيب خليني أرجع مع حضراتكم أستعرض بداياتا كده يمكن إن كنت بدأت الكلام قبل الفاصل عن اختيارات في روي فيتوريا تعالوا نشوف قايمة منتخب مصر النهائية إن شاء الله اللي بنتمنى لها التوفيق في بطولة أمم إفريقيا كود ديفوار الكان 24 قايمة المنتخب في حلص المرمى محمد شناوي أحمد شناوي محمد أبو جبل ومعاهم محمد صبحي خاط الدفاع أحمد حجازي محمد عبد المنعم علي جبر أسامة جلال أحمد سامي أحمد سامي بيرامدز اللي ما يعرفش يعني محمد هاني عمر كمال عبد الواحد أحمد فتوح ومحمد حمدي خاط النص حمدي فتحي إمام عشور محمد النني مروان عطية أحمد سيد زيزو أحمد نبيل كوكا ومحمود حمادة محمود حمادة المصري محمد صلاح خاطر الهجوم محمد صلاح مصطفى فتحي محمود رزيجي عمر مرموش مصطفى محمد محمود كهربا وأحمد حسن كوكا إجمالا طبعا يعني أنا ما بعلقش على اختيارات فيتوريا بس أنا الحقيقة كان عندي علامة استفهام يعني أنا كلمت عن حرص المرمو وعلى مستوى سواء نسب المشاركة أو مستوى استقبلهم الأهداف وأعتقد فيه حراس مرمو كتير جدا كانوا يعني أعتقد كان لابد أنه يشملهم اختيارات فيتوريا أنا مش بعدل على فيتوريا على فكرة أنا زي ما قلت لكم في الأول الكلامي واضح وعشان ما حدشان يعني يمسك في الجزئية دي مش أنا مش الموديل الفني منتخب مصر وأنا مش هتحمل مسئولية نتاج منتخب مصر هو رجل الأقدر والأصلح أنه هو يختار لكن السؤال هنا أنا على معايير الاختيار لأنه أنا شافي أن في أسماء لما تبص مثلا في خط الدفاع لو أنت بتتكلم على مستوى المشاركة والعودة من الإصابة وعدد المباراة اللي خدها الفرقة اللعيبة دي مع الفرقة بتاعتها يعني عن إصابة طويلة جدا وعودة المشاركة مؤخرا مع التحاد جدا وظهر في مباراة الأهلي وأحمد حجازي دوره مهم جدا وأن لو مع فيتوريا هحط حجازي من أول ثلاثة أو أربع أسماء في خط الدفاع منتخب مصر عمر كمال مصاب ما لعبش حتى المطشن بتوع فيوتشر في كاس السوبر طب السؤال هنا ليه لعب زي أكرم توفيق مثلا ما تمش اختياره حتى لو راجع من إصابة قريب وحتى لو ما شاركش بشكل أساسي بما أنه المعيار هنا مش مستوى أو مش عدد مرات المشاركة في المطشن الأخير طب ما أعتقد أنه أكرم توفيق لا يقل أهمية عن حجازي وعمر كمال ده على سبيل مثال ياسر إبراهيم قدم مستويات مبهرة أنا بشوف واحد من أفضل نجوم النادي الأهلي في بطولة كاس العلم الأندية ولعب على نجوم من يعني أسماء تقيلة جدا سواء في مطش فلوميننزي أو سواء في مباراة بالذات كمان خصوصا مطش اتحاد جدا كان بيلعب على كريم بن زيمة وأقدم مباراة كبيرة جدا 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 فالسؤال هنا لياسر إبراهيم مثلا قصما عظما هذا الكلام ليس له علاقة لما يأتي اسم مصر لما أكون بكلم على منتخب مصر انتهت بالنسبة لي علامات الأندية والوجهات الأندية وأسماء الأندية ونصلحت منتخب مصر دايما في المقدمة هنا أنا مش بتكلم على ياسر عشان هو العيف الأهلي ولا بتكلم على أكرم عشان هو العيف أنا بتكلم على أسماء من وجهة نظري ممكن تكون إضافة كبيرة أو لما تعوزها وتحتاجها تبقى للسيناريوهات البطولة ومطشطها وظروفها ممكن تلاقيها جاهزة وحضر أكرم توفيق وياسر إبراهيم أعتقد كانوا إسمين ممكن يمثلوا إضافة كبيرة جدا وخصوصا أن فيه متسعم الوقت احنا شو بنتكلم على أنه البطولة هتبدأ بعد بكر احنا لسه بنتكلم على أسبوعين في يوم معسكر وفي يوم مباراوة دي أعتقد مع تنزانيا هتلعب هنا في ساد القاهرة ومنتخب يعمل معسكر من يوم اتنين يبدأ في العاصمة الإدارية ويوم سبعة يلعب مباراوة دي مع تنزانيا في ساد القاهرة وإن شاء الله بعد كده هيتسفر يوم تسعة أعتقد لغاية لما يبدأ مشهوره في البطولة اللي هتبدأ يوم 14 فبالتالي فيه متسعم الوقت أنه الأسماء دي تكون موجودة أعتقد خط النص كلنا متفقين عليه حمدي فتحي إمام عشور محمد النيني مروان عطية أحمد ساد زيزو أحمد نبيل كوكا محمود حمادة تحفظ الوحيد بس الجزء الخاصة ب حسين الشحات ومحمد شريف محمد شريف هو واحد مش لعب كان لعب في النديل أهلي لكن النهاردة هو لعب في الخليج ولعب محترف وأعتقد مقدم موسم لا بأس به لأنه مختلف لحد كبير ساد شريف عن اللعيبة اللي موجودة حسين الشحات واحد من أهم نجوم خط هجوم النادي الأهلي في فترة الأخيرة وفي قصة أنه خرج من المباراة بتاعت النهائي السوبر مصاب أعتقد أنه الإصابة بالتأكيد مش هتمنعه ومش هتقل بأي حال من الأحوال عن لعب مهم زي عمر كمال عبد الواحد على أنه يكون موجود وجاهز في بطولة أمم أفريقيا إن شاء الله على كل أحوال هقفل صفحة المنتخب هرجع لها مرة تانية في اختيارات فيتوريا مع ديوفي النهاردة خلينا نروح مع حضراتكم لأنه الأهلي رغم أنه حقيقة فنش الموسم في ظروف صعبة جدا وضغط المطشاط ومستوى من المنافسة صعب جدا صعب جدا ورغم كده أدى بمستوى نجح نجح في التتويق ببرونزية كاس العالم الأندية ثم فاز بالسوبر المصري مع فرق مرتاحة بقى لعشر تيام كان التخوف الوحيد الحقيقة قبل مباراة السوبر ما تبدأ أنه الأهلي جاي من معمعة كاس العالم ثلاث حروب مش ثلاث مطشاط من العارة التقيل فبالتالي مستنزف بدنيا وجاي من ليفل عالي قوي راجع تاني ليفل محلي كرة المصري انتوا عارفين شوية بتشدك للتحت فبالتالي كان فيه تخوف من دي لكن رغم كده الحقيقة الفريق قدم مطشين أو قدم مطش سيراميكا بمستوى عالي جدا بدني وقدم 77 دقيقة أو 75 دقيقة في مطش سيراميكا في مطش فيوتشر في النهائي على أعلى مستوى يمكن واحد من أحلى الأشواط اللي لعبها لأهلي الموسم ده لكن 15 دقيقة لأخرانيين لا ليوم واقفة ليوم واقفة على مستر كولر بعد ما يرجع إن شاء الله الأهلي هيرجع أعتقد يوم 11 يتمرن مرة تانية اللي عيبة كلها أجهزة لغاية يوم 11 هيرجع يوم 11 يستعد لمباريات إحنا أول مطشات عندنا هتبقى 16 أو 17 فبراير مباراة العودة مع شباب لوزداد في الجزائر إن شاء الله هيبدأ الأهلي التحضير ليوم 11 مستر كولر خاد أجهزة وقبل الأجهزة دي كان فيه اجتماع مع كابتن محمود الخطيب ومع لجنة التخطيط دي لقطات منه زي ما حضراتكم شايفين كابتن خطيب اتكلم في الاجتماع ده مع مستر كولر في حضور طبعا كابتن خالد بيبو مدير الكرة كابتن زكريا ناصف مع مارسل كولر دكتور خالد الجوادي طبعا المترجم كابتن حسام غالي كابتن زكريا ناصف كابتن محسن صالح على تقييم المرحلة اللي فاتت أفلنا صفحة السوبر وفرحنا ببرونزيت كاس العالم وخدنا أفلنا السنة بلقب اللي كل ده تأفل كلام على اللي جاي يقول إيه اللي محتاجينه عشان نرجع أحسن من الأول إنه واقص اللي ممكن يكون مستر كولر حطتها في اهتماماته أو في أولوياته عشان الأهلي يشتغل عليها وكلام مش بس في قصة لعيبة على كل المستويات عناصر الجهاز اللي معاه التدعيمات اللي محتاجها في المركاته اللعيبة اللي شايف أنه هم ممكن ياخدوا فرصة للخروج على سبيل الإعارة أو على سبيل البيع النهائي بالمناسبة الكلام اللي بيتقال على الأسماء اللي رحلت عن النادي الأهلي الكلام ده ملوش أي أسس برضو من الصحة وما فيش حاجة تمت بنسبة 100% ولما تحصل أول حد سيقولها لحضراتكم سيكون هنا على شاشة النادي الأهلي خطيب الحقيقة عقد اجتماع بعد ظهر اليوم مع مرسل كول مديل فني للكرة القادم في حضور لجنة التخطيط برئاسة كابتن محسن صالح حضوية كابتن زاكريا ناصف وجود كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة والكابتن خالد بيبو مدير الكرة والدكتور خالد الجوادي القائم بعمل الترجمة وخلال اللقاء ناقش الكابتن محمود الخطيب مع المدير الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة المستويات وتطرق إلى احتياجات الفريق لالفترة القادمة والعمل على توفير كل عناصر النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه الجماهير على المستويين المحلي والقري فاصل ونرجع لحضراتكم مع ضيوفنا في السادسة ويا رب دايما الأهلي مفرح جماهيره ومن حقنا نفرح بما أنه فيه بريك طويل شوية لغاية لما نرجع نستكمل مشوار فرحتي مش باللقب وفرحتي مش بالبطولة لأنه جمهور الأهلي نعرف شبعان بطولات وفي اليوم اللي بيحقق فيه لقب أو بطولة بيقفل الصفحة زي الجهاز والإدارة واللعيبة ويبص على البطولة اللي بعد منها لكن فرحتي الحقيقة أنه التوقيت بتاع البطولتين دول سواء بطولة العالم الأندية وبطولة السوبر المصري أو كاس النخبة قسمها الجديد يعني جنف توقيت صعب جدا خلينا نرحب باتنين من نجوم الأهلي والاتنين مهاجمين كابتن أشرف ممضوح من شرافنا النهاردة مساء الخير يا أحمد وألف ألف مبروك طبعا بطولة السوبر أنت الخير وسعيد دامي بيقودي معاك أنت عارف والحمد لله طبعا نفوز ببطولة بأداء بنجاحات في نهاية سنة إن شاء الله تكون السنة الجامعة كمان سعيدة علينا وعلى كل مصر وعلى الله وإذن الله وسعيد طبعا بوجود النجمة خلسناك تعرفه نوارنا واحد من نجوم النادي الأهلي في جيله الدهبي الحقيقة كابتن رامي مساء الخير وأهلا وسهلا بك أول مرة بتشرافنا في السادسة حبيبا كابتن أحمد والله بنورك ومبسوط لنا معاك النهاردة إن شاء الله سمحوا لي قبل ما نحتفل ونخش في أجواء الفرحة مش بس بالتتويق سواء بالبرونزية في كاس العالم للأندي أو في السوبر في الإمارات هروح بس زملتي سالة حامد موجودة في صالة المشهداء في النادي الأهلي بتابع مباراة العودة بين الأهلي والطيران مساء الخير سالة ونعرف منك أنا عارف أن الولايتي يعتقد في بريك فنعرف منك أجواء المباراة والنتيجة وسط لغاية كام دلوقتي مساء الخير زميلي أحمد طبعا برحب بك وبالتأكيد برحب بديوفك الكرام وكابتننا طبعا الكبار الكابتن أشرف ممدوح والكابتن رامي ربيع وبكل مشاهد يوم تابعي شاشة القناة النادي الأهلي في كل مكان وزي ما انت قلت حياني أحمد أنا متوجه داخل صالة الشهداء من داخل مقر نادي الأهلي بالجزيرة طبعا عشان لحضراتكم الأجواء بخصوص بتأكيد مباراة العودة زي ما انت قلت مباراة الإياب ما بين الأهلي والطيران في الدور التمهيدي لطولة السوبر أو دور السوبر لكرة السلة سيداتك سريعا يا أحمد طبعا أقولك يمكن كابتن طريق خير استعد المباراة بشكل جيد يمكن كمان في المباراة مع لعبة الدرجة الأولى متواجد العديد من اللاعبات من 18 سنة وال20 سنة كمان بيشاركوا في المباراة يمكن كابتن طريق خير يفضل أنه يعني يصعد العديد من اللاعبات يكونوا متواجدين في المباراة اليوم كمان خليني أقولك أنه أول كوارتر وتاني كوارتر من عمر المباراة يمكن خلص والنتيجة حاليا لصالح نادي الأهلي 45-11 أمام ما نادي قال طيران يعني دقايق ويعني المباراة زي ما انت شايف ورايا المباراة طبعا هتستمر ما بين الأهلي والطيران يمكن حاليا نحن متجدين الوقتي في البريك أو يعني الوقت الراحة اللي ما بين النادي الأهلي والطيران يمكن خلاص المباراة حاليا بدأت يا أحمد طبعا الأهلي يعني في المباراة بيؤدي أداء قوي أداء متميز أمام نادي الطيران فان شاء الله يعني النهاردة المباراة تستمر وتخلص بالصالح النادي الأهلي وفوز النادي الأهلي النهاردة في مباراة الطيران وطبعا الصعود للأدوار القادمة من بطولة الدوري والآن لعودة مرخصتي وطبعا نكلمة لك يا أحمد تفضل كل التوفيق للنادي الأهلي أعتقد سلال المواجهة حسمت من مبارات الزهابة اللي انتهت بفرق كبير جدا في نتيجة 97-27 وبالتالي إن شاء الله بإذن الله التأهل للأدوار النهائية بإذن الله مضمون لنا هنتابع مع حضراتكم طبعا بشكر زميلتي سلال حامد الموجودة في صالة الشهداء في النادي الأهلي وإن شاء الله كل التوفيق لنجمات سلط الأهلي أرجع لكابتن أشرف وكابتن رامي كتير من الكلام يعني يمكن اللي مزود الفرحة شوية برونزية مهاش جديدة علينا والسوبر يمكن يا ما خدناه لكن اللي مزود شوية الفرحة واحد حملة الانتقادات اللي توجهت للفريق على مستوى الأداء والنتائج والجهاز الفني في الفترة الأخيرة وانت رايح على الصعب أنا قلت أنه 3 مطشات بتوعكس عامهم يمكن 3 من أهم أو أسعب 4 مطشات في السيزن ومن بعدها مع المجهود الكبير والحمل البدني والمستوى التركيز الصعق العالي جدا في كهس العالم رايح تلعب على طول مع فرق مريحة بقالها 10 أيام مطشين على بطولة ولقب كان الأهلي محتاجوا جمهور الأهلي محتاجين رغم كده الأهلي قدم مطشات عالية جدا نتاج محترمة جدا وطوق بالسوبر يعني احنا تعودنا على ده طول ما انت ناجح وماشي في مشوارك بتقابل دايما الانتقادات لكن للأسف فيه فيه ناس بتنتقد انتقاد سلبي يعني موجه وده بيبقى غريب جدا لأنه النادي الأهلي الحمد لله على مر تاريخ كرة الخدم في النادي الأهلي في أفريقيا ومحليا النادي الأهلي الحمد لله بيحقق نجاحات غير طبيعية غير مسبوقة يعني ما عندناش حد في مصر في أفريقيا حتى على المستوى الأسيوي مفيش حد يقارم بإنجازات وتاريخ النادي الأهلي ميسر كولر توجيه له انتقادات كبيرة جدا جدا رغم أن الرجل الموسم اللي فات العلامة الكاملة في البطولات هذا الفريق أو هذه المجموعة من ثلاث سنين عاملين نجاحات غير مسبوقة يعني أعتقد أن ما فيش حد في تاريخ خرة الخدم في مصر حقق حجم البطولات دي مع جيل طبعا الجيل العظيم للنادي الأهلي لكن أنت طوال الوقت بيوجه لك انتقادات طوال الوقت بيوجه لك انتقادات سلبية للأسف لكن النادي الأهلي الحمد لله متعاودين هنا بنمشي بنكمل في طريقنا بتحقق البطولات رغم الانكسارات ودي طبيعة النادي الأهلي أو سمة النادي الأهلي العظيمة إنك لم يبقى فيه انكسار يعني زي خروجك أو خسرتك بطولة مهمة زي السوبر ليك أو الدول الأفريقي صحيح خسرتها لكن قدرت توقف مرة ثانية قدرت تحقق برونزينية كاس العالم بأداء ونتائج قدرت تحقق السوبر المصري بأداء ونتائج وده النادي الأهلي هي دي شخصية النادي الأهلي هنا بيبقى الراهن زي ما انت بتقول بالظبط كده نصا رمي على الشخصية يعني هي بتهيألي وانت طلع من ظروف صعبة نتائج على مستوى دوري أبطال إفريقيا أو على مستوى الدوري المحلي تعدلين كانوا يعني ما لهمش طعم بالنسبة للجمهور قبلها غصرت لقب الدوري الأفريقي قبلها السوبر الأفريقي مرحلة كانت صعبة شوية على الجمهور ومثلت ضغط كبير جدا على مستوى المرسل مع طبعا تفاهم قصة سوشيال ميديا والإعلام أيضا الحقيقة كان ليه دورم مش هقدر يسسني الإعلام فكتنا كده بعد كده بتنقل من النقلة دي لك تراح تلعب كاس عالم في السعودية مبارة في التحية قدام اتحاد جدة بنجومه بإعلامه بجماهيره فتظهر شخصية النادي الأهلي طبعا كابتن أحمد يعني في الأول عاوز أقول أحراك النادي الأهلي اللي حصل في بداية السيزون ده أمر طبيعي أي لعيب أو أي رياضي بيمارس الكرة بالذات يعني ناس الموسم اللي فات مجموعة اللعيبة اللي موجودة ديت بالجهاز الفني خدوا خمس بطولات كل البطولات اللي شاركوا فيها خدوها بداية السيزون لازم طبيعي كرف اللعيب يعني اللعيبة كلها كانت في الطوب فورم بتاع السيزون اللي فاته اللي هم أخدوا خمس بطولات بداية السيزون اللي هي بداية السوبر الإفريقي هو ده اللي خلى الناس كلها بتريد تتكلم للأهلي السيزون ده مش هيبقى زي الموسم اللي قابله والبطولات هتبتدي بطولة ولا بطولة لكن أنا الراجل يعني رد على الناس كلها كل الناس ماستر كوريل اللي هو كان كل تفكيره في كاسر عالم اللي هو قاعد الناس كلها بتنتقدوا في الروتيشن وكل مباراة بيطلع ثلاثة اربعة أعتاري هو الراجل أصلا كل تفكيره يوصل باللعيبة الفورمال اللي هي كانت فيهم الموسم اللي فات اللي هو يظهر بها في كاسر عالم وده اللي حصل فعلا اه فيه مماطشين في الدوري سموحة ويوجونة للتعادلين اللي هم وارا بعض ما هو انت متتعادل مع الجونة وسموحة في الدوري طبيعي جدا انت كجمور حتى وانت كرامي تبقى شايل هام ماتش اتحاد جد تقلق صحيح؟ اكيد اكيد بس انا عاوز اقول لك برضو يعني دي سمت بقى شخصية النادي الاهلي وشخصية اللعبة اللي موجودة في النادي الاهلي انا اتكلمت في الموضوع ده في احل البرامج برضو قبل بطولة باسبوع كان بيتكلموا معي اقولتهم لا النادي الاهلي انت كنت متوقع شخصيا الاهلي يكسب اتحاد جد ايوا طبعا ليه اولا النادي الاهلي اللعيبة كلها فيه لعيبة كبيرة جوات اللبس هتعرف تدي دوافع اكتر للعيبة قريدي طبعا المجلس الادارة مع الجهاز الفني فيه دوافع كل يوم الدوري معلش انت الاهلي هننعب المؤجلات هتبقى اول دوري فمفيش مشاكل هي بس السوبر بطولة وارد ما انت مش تاخد كل البطولات فيش فرقة في العالم بتاخد كل البطولات والدوري الافريكي ده احنا دخلنا بيه طبعا عشان العائد المادي وعشان حاجة كبيرة ولسه اول سنة السنالية يتعملوا وجود النادي الاهلي طبعا في بطولة زهديات بتقوّل بطولة اكتر وبجانب ده كله بقى اتحاد جد والمنواشات اللي كانت قبل المطش والجمهور والسعودية وجمهور الاهلي هنا واحنا والتحاد جد وكريم بنزيمة مش بالاسامي كورة مش بالاسامي واللعيب الكورة والكابتن قشف اكيد عارف حاجة زي كده فحدث عالمي زي ده هم مش استفزوا الاهلاوية بس على فكرة لا ده كلهم هم استفزوا مصر كلها جماهير الكورة اه اه جماهير كلها بصباحة يعني لقيت صفحات الزمالك وصفحات السعيلي وصفحات كله الفرقة اللي بينك وبينها منافسة يعني قوية جدا كله هم استفزونا كانت من اللحظات الحلوة والله بجد اه طبعا وانا بقول له احراك يعني الحدث اللي بيبقى عالمي ده والناس كلها شايفاه انا كالعيب كورة هبقى تركيزي مش هقول له احراك وده الدليل اللي في مطش التحاد جدا عدنا المطش اللي بعده كان ممكن يعني كان الناس بقى خلص بقى فيه طموح اللي احنا نكسر حتة البرونزية فده الطموح اللي خلى الناس كلها زعلت شوية بس على طول النادي الاهلي ما بيزعلش الناس خدنا البرونزية وصالح الجمهور بالصورة طيب انا في اول حلقة دي يعني انا قلت فرحان لكولر لانه رد على كل الاصوات اللي ممكن تكون بلغت انه كولر لازم يرحل فرحان لكولر جدا لانه رد بشكل عملي واعتقد انه لما تقيس انجازات الاهلي تحت قائدة كولر في عشرين ثلاثة عشرين هتلاقيها استثنائية مش بس على مستوى النتاج والالقاب يعني ما بقس دايما يعني مش هقول اسماء بس في مديرين فنيين جو مشتغلوا في الاهلي جابوا القاب كتير بس ممتعونيش كجمهور كورة يعني فيش اداء لكن كلها الحقيقة على مستوى الاداء والنتاج ثلاثة عشرين بالنسبة لي نختم بالعشر لكن تعالوا بقى للعيبة انا في اول حلقة اشرف كنت بقول انه وانتو اتنين فراودة طبعا لعبتم في النادي الاهلي مع مدربين كبار اول حلقة قلت انه رغم ان الكل اجاد كولر اجاد جهاز المعاون اجاد اللعيبة كلها بلستسناك كلهم نجوم فوق العادة لكن انا حسيت ان البطولة دي جاه في توقيت مهم جدا بالذات لاسمين امام عشور اللي خلص ماتش سيراميكا قبل النهائي وانتوني مادست اللي خلص ماتش النهائي الاثنين دول تعرضوا لحملات ممنهجة اما الاختيالهم معنويا بهدف انه ما يقدموش المرضود المتوقع منهم وده من النادي الاهلي واما محاولة لتصفية حسابات مع الاهلي او مع العيبة نفسها امام اتعرض لحملة كبيرة جدا جدا منذ اعلان انضمامه نادي الاهلي وانتوني مادست حتى من جماهير نادي الاهلي الناس كتير كده كان بتشكك فيه الاثنين دول جاءوا بطولة مع كامل التأدير واحترام زي ما قلت الكل اسماء مفيش لاعيب بيجيبوا طولة طبعا التيم كله لكن امام خلص ماتش سيراميكا ومادست خلص ماتش فيوتش يعني عايز اقول ان الهجوم على امام عشور تحديدا يعني هو من شخص او يعني مش عايز اقول لا من كتير يا اشرف والله مش كتير لان امام امام من الاسباق انا بتبع امام من وقت ما كان في المحل يعني امام فعلا خامة مميزة جدا وقبل حتى ما ينتقل لزمالك قبل ما يسافر برا وقبل ما ييجي النادي الاهلي هو خامة تتمنى انها تبقى موجودة عندك امام لعب مميز جدا تمحاطب عن النادي الاهلي اختلفت والدوافع عنده اختلفت طريق تفكيره كمان اختلفت بشكل كبير جدا انا عجبني جدا تركيزه ولو فاكر احمد انا قلتلك قبل كده عجبني ناس كتيرة جدا في النادي الاهلي لكن تحديدا الثلاث اسماء اللي اقولك عليهم افشا امام عشور كهربا الثلاثة دول افلوا ودانهم افلوا السوشيال ميديا مش مركزين مع حاجة غير في الملعب وفي سيستم النادي الاهلي الثلاثة دول فرقوا من بداية وجودهم في النادي الاهلي بعد ما رجع كهربا وبعد ما انضمن امام للنادي الاهلي وبعد افشا ما تغير تفكيره تفكيره وطريق تفكيره مع ميستر كولر الثلاثة دول فرقوا كتير جدا 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 في مستواهم متطور بشكل غير طبيعي وافدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا في الفترات اللي فاتت هو ده المعنى المقصود من انك تركز في الملعب بس انت بتقفل ودانك عن كل الشكوك او الناس المشككين لان انا شايف الحياة انها مغرضة زي ما قلت وحاجات موجهة لكن هنت اخد البطولة دي بالنسبة له هم تخطوا المرحلة انا عارف احساسه ايه بي في الملعب هو محتاج يزبط حاجة لنفسه قبل ما يزبطها للناس بالنسبة للمودست يعني انا شايف ان مودست لسه قدامه كتير عشان يقدر طبعا هدف اثرت المشهور هدف اثر بشكل كبير جدا واثر المسافة ما بين طبعا ما بينه ما بين جمهور النادي الاهلي اللي كان فيه حالة عدم رضا لكن اعتقد انه بالهدف ده وصناعة الهدف التانية هم حسوا عشان لو تقابلنا السنة الجاية ممكن مودست يبقى سيناريو مقرر من فلافيو مثلا يعني ممكن تراهن على حاجة زي كده هو ممكن انا كابتن احمد بس يعني هو عامل السن هو اللي عامل المشكلة عشان بس نتكلم فكورة لا هو كلام ده هو الراجل لي سي فيه قوة كده كان كان ده ماضي يعني انا فكورة ماضي خلاص هو انت في واقع دلوقتي وانت جاي في نادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا بحاول دائما كابتن روميا احط نفسي مكاني لطرف اللي انا بكلم عليه انت جاي في ناقلة صعبة شوي يعني انت جربت تلعب في الاهلي وخرجت من الاهلي وتقلقت برضه طبعا بس عارف انه وانت بتلعب في الاهلي غير في اي مكانتين فلما تبقى جاي من اوروبا وجاي من بوسيا دورتموند لمصر وافريقيا انت مش بتبقى مستوعى الجولة اللي خدها او الطور اللي عملوا مودست مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا وفي كاس علام اندية وفي بطولة امارات جماهير الاهلي اللي حضرة في اي ملعب اي ملعب في اي دولة كانت حجم الجماهيرية والشعبية الفوز على كبار العالم تحقيق لقب اول معه بتهالي بالنسبة للعيب بتقرب كتير من المسافات كنت بتكلم مع كابتا ناشا في الوقت اللي روحت في النادي الاهلي معلش يعني انا روحت في وجود فيلافيو ومتعب واسام حسني واحمد بلال وعو حميد حسن فانا رايح وجاي من شرايط دخان انا بقى داخل النادي الاهلي كان فاروق تقريبا كمان معك؟ مين؟ فاروق تقريبا كمان؟ لا لا كان فاروقا مشي عاوزة اقول لك مسلا لان روحت النادي الاهلي اولا اسم النادي الاهلي كبير طبعا ورايح من الدرجة التانية ده ده الواحده قصة وما تروح بقى في مكانك بتلاقي ست سبع فارودة يعني كل فرود انا اسف الكلمة يشيل فرقة الواحده فده موضوع بالنسبة لي تحدي صعب تاني يعني تحدي الاسم الواحده وتحدي مكاني اللي نلعب لكن هو راجل جاي انا اسف في الكلمة يعني ماشي هو جاي من من اوروبا وجاي من دوري كوي بقى الثقة عنده طب الثقة عنده انت وما فيش حد كتير والراجل جاي وهو اللي جايبك فأكيد الراجل هيديك مساحة كبيرة اللي انت تلعب لازم هو يدي حق حتى الراجله يعني مستل كرر على طول بيساعده هو يعني انا مستاني منه اللي هو يحاول يساعد نفسه ازاي يعني مثلا في مباريات كتير كان ينزلها انا امبرحة كابتن احمد ليلة المبارار اللي هو اللي هي اول امبرحة عاوز اقول له حراك مثلا كل كورة اه اه كل كورة كان بتجيله دي حاجة ما كانش بتحصل في جمهور النهلي كان الصوت بيعلى عليه هو يعني الجمهور كمان حاسس اللي هو خلاص ايه احنا ازهقنا فدي حاجة دي حاجة مزعلة الواحد وبيبقى وانا حاسس بيه بس هو في نفس الوقت تصوها يعني برضو الوقت اللي انزل فيه الناس كلها كانت اعصابها مشدودة جدا يعني 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 هو اخر الخمسشار دي ده هتكلم معاكم فيها برضو ان هما فيهم دروس كتير جدا طبعا للي جاي طبعا يعني مش عايز بأوز الفرحة بس الخمسشار دول ما ينفعش يعدوا كده الخمسشار ديها من بعد ما القالي كان متقدم بعد افين والكل اللي حاس خلاص انه الكاس في الجزيرة طبعا بما فيهم الحضاش اللي كانوا موجودين في الملعب لكن كورة القدم والاهلي لغاية صفارة الحك فانا عاوز اقول له حراك هو لازم يساعد الراجل ويساعد نفسه يعني مثلا فيه متشاط كتير مثلا لازم ينزل لو حتى الكرة مش متوقعه يعني هو بعد ما جايبوا الجون اللي كانت رد فعله العلي كوروزات 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 ماشي انت ساعد الناس يعني اكيد طبعا هو واضح اللي هو بلعب بدمعه كويس وهو كابتن اشرف وقفيته اللي هو يلعب بمستبات دي وتروح بالقوة دي فالبعيدة اللي هو بلعب بدمعه كويس جدا بس هو هو كابتن احمد عامل السن اللي هيعوقه شوي والاهلي بيلعب في لفل عالي على طول بطولات كلها صعبة حتى الدور المصري صعب مش مسهل اي فرقة بتقابل الاهلي انت عارف بيبقى خلاص في فرصة بتجيب لعب وفي فرصة بتخلص على العب فتساعد النقطة التانية بقى في امام يعني امام اصلا فنيا ما ينفعش حد يتكلم عليه خالص والكلام ده الواحد قاله اللي هو الرجل فنيا لأ من احسن لعب اللي موجوده في مصر يعني انا كابتن اشرف شافه في المحلة انا ركزت معاما راح الحرس هو اللعف المحلة وحرس الحدود هو محلة وتلع عارة حرس وتلع عارة حرس ورجع تاني المحلة ويزا ملك اشتري من المحلة اي انا السيزون ده كنا مسكين ممكن انا وكابت عماني نحاس اسوان لعبنا ضده اعقل اماما كان بيلعب جناح شمال اي مابلعبش على تمانية يعني على طول بدايته كان زي طاهر زي الشحات كده امم فاكان اا انا اقول حرق كنا طالع ستايل لعيب اوربي ما يلعبش في مصر اللي هو يجي ويطور ويلعب تمانية ويلعب بوكس تو بوكس بيبقى بالامكانات ديته بيدفع كويس بهاجم كويس من فعش انا تكلم عليه فنيا أو أنا زعلان أو الطرف الثاني زعلان اللي هو راح النادي الأهلي أزعل لكن ما تكلمش عليه فنية يعني أنا عقب على التصريح بتاعه بعد المجرح إمام أول قال كلمة النادي الأهلي في سيستم دي جملة معروفة أي حد والدليل كهرباء أنا أسف الكلمة وده تطوير أي وكهرباء مكان في الزمالك وكهرباء ده وقته هو في النادي الأهلي في فرق شاس عشان سيستم تدخل في تراك بتمشي عليه ما فيش حد بقدر يتكلم في أي حاجة وده ده 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 قوة النادي الأهلي صحيح هو بقى إمام اللي بعد كده ما كنتش حابب ليه هو العيب كبير وهيقابل الحاجات دي كتير جداً فأنا مش عاوزه يركز في الحاجات دي ويهتم بيها كلمة ضغوط بس أيوة مش عاوزه يهتم بيها الخمسة دول طيب قبل ما أسألكو عن 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 خمس مطشات دول لأنه شايف أنه ما كاسبهم بعيدا عن البرونزية وبعيدا عن عن في كاس العلمانديا وبعيدا عن عن كاس السوبر رجعونا لأسماء كتير للطوب فورم بتاعتها أسماء كانت ناس بتقول إنها بعدت إنها تراجعت إنها قلت عايزة شوف من وجهة نظركم مين لعيبة الأهلي اللي فقت أو جابت الفورم بتاعتها في الخمس مطشات دول بس اسمحونا نروح لفاصل الأخير ونرجع نكمل كلاما حتش إنكر إنه البداية ما كانتش أفضل ما يكون وجمهير النادي لأهلي كانت قلقنا يمكن انتقاداتك تموجها بشكل كبير للمستر كولر على مستوى النتائج والأداء لكن ده كان بالتأكيد ترجمة لتراجع عدد كبير جدا من الأسماء اللي قال عليهم كابتر رامي ربيع في البداية ده كان طبيع جدا بعد موسم طويل وموسم شاق ونجاح في التتويق بخمس ألخاب إنه الكيرف ينزل لكن برضو من مكاسب بعيدا عن البرونزية وبعيدا عن بطولة السوبر أو كاس السوبر إنه الأهلي استعاد كتيبة الحقيقة مش عايز أقول اسم ولا اتنين لكن في مجموعة من نجوم الأهلي ظهروا بشكل أكتر ورائع في ظروف صعبة في دغط ماتشاط وقت ده جدا مع مستوى منافسة عالي جدا وكأن الاستفزاز قدراتك تشكيك فيها هو ده اللي بيطلقه هو ده الحافظ عند العادة النادي الأهلي عشان تطلع أفضل ما عندها وده اللي ظهر الحقيقة في الخمس ماتشاط الأخيرة سعر في كاس عامل عندها أو في بطولة السوبر خلينا نتكلم على أفضل الموجودين أو أفضل ناس ظهرت أو استعادة مستوى بشكل كبير جدا في البطولتين كابتن أشرف تتكلم في لفل كمان عالي جدا في كاس العالم عندها كمان يعني شايف يسر بريم أبهالي أنتوا وإنتوا العيبة لما المطش كان بيبقى رتيب ممل ما بتطلعش كل اللي عندها لكن لما بيبقى في حد مستفز قدراتك بتطلع مئة عشرين و مئة و خمسين في المية الأجواء بتختلف في كل الأحوال يعني كاس العالم عندها دايما ببراهن على نادل أهلي في كاس العالم عندها لأن الأجواء ممتعة يعني تخلي أي حد يطلع كل اللي عنده شايف ياسر إبراهيم طبعا من الأسماء المهمة جدا اللي فرقت واللي أنا حزين جدا لما نيجي لقايمة المنتخل طبعا موعد والله يا قلت نفس الكلام في الأول محمد هاني كان في بعض الأوقات بعت شوية وبيرجع لكن مستوى ثابت من خمس ست مباريات حسين الشحات طبعا من أهم الأسماء وأعتقد يا رومي كمان برسة وبرده وكهرباء ومرأة عطية يعني أسماء يعني ست سبع أسماء الحياة قدروا يرجعوا بقوة لمستوى من الطبيعي المعالجات البدنية والفرنية والزهنية مع النادل أهلي فترات طويلة يعني فأعتقد الحمد لله البطولتين دول فرقوا كتير جدا جدا في عودة مستوى النادل أهلي مرة تانية طيب هناخد بريك طويل شوية لغاية نصف فبراير تقريبا لغاية لما نرجع إن شاء الله زي ما قلت لكم على مواجهة شباب يزداد والأهلي راحة لغاية يوم 11 كل الأعين بقى والأنظار متجهة على منتخب مصر اللي هيبدأ مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة تحت قيادة روي فيتوريا في كان كوردي فوار 24 نحن أكتر المستفدين يعني النادي الأهلي فعلا أكتر المستفدين بالراحة لا بس أنا بعد بمناسبة أكتر المستفدين أنا بعد بطول الكاسة العالم ما خلصت قلت أنه أكتر كم هي الأهلي فرحانة فرحانين بلعبتهم فرحانين بمستوى الأداء مش بس بالبرونزية برونزية دي نحن متعودين عليها لكن فرحانين بالشكل اللي ظهر بالفريق في البطولة قلت أكتر المستفدين من مشاركة الأهلي في بطولة العالم هو روي فيتوري وقلت أنه قبل بطولة قوم أفريقيا بأنه الأهل يظهر في مواجهات من المستوى دي لا تقولي بقى ما تشاط ودية مع المنتخب تتكلم على مستوى مواجهة صعبة جدا لعيب على أعلى مستوى يكون الأهل يظهر بالشكل ده فيتوريا أكيد أعن بيغني ومبسوط لكن فجئني الحقيقة في اختيارات طب هستعرض مع بعض كده القائمة طبعا يعني كان أول مفاجأة طبعا وجود ياسر وأنا عاوز أتكلم على ياسر وكوكا بالذات يعني كابتن أشرف تتكلم على الناس اللي هي كانت الفورمة قلت شوية في بداية السيزن وكان فيه كلام عليهم زي علي وحسين وتاو ومروان لكن ياسر مش بيفجأة أنه ياسر على طول بوزات في بطولة كاس العالم بتلاقيه ياسر تاني خالص فعمل بطولة كويسة جدا طب خلينا أخذها بالترتيبة يا كابتن رام رأس المار مختار الشناوي محمد نجم الأهلي وقائد منتخب مصر وقائد النادي الأهلي وأحمد الشناوي محمد أبو جبل بنك أهلي محمد صبح طبعا يعني أنا شايف اختيارات كويسة يعني كنت شايف ناس بتتكلم على أنا كنت بتكلم لا يعني أنا شفت الصبح يعني أول ما عمل على جاد في المصري كانوا بيتكلموا برضو اللي هو ماشي كويس الفترة الأحياريات بس هو الرجل الرجل ده أنا عدت معاه أول ما جيه وكنا مسكيلة حدث سكنداري الرجل ده عنده ميزة كابتن أحمد اللي هو بيتكلم مع كل مدير فني لكل نادي ميزة مش عند أحد كان بيجي يقوله أنت اللعيب قدامك كل يوم لك يا ناسف في كل ما أنا بشوف اللعيب يومين في الأسبوع في مباراة وبعود أركز معك لكن أنت اللعيب وهسألك وهتكلم معك وبتطور معك أو كان بيتكلم في طريقة لعبة هو حبيبها عاوز الدور كله بيلعب نفس الطريقة فهو راجل في الاختراط أنا شايف الأربعة دول كويسين موافق رغم أن أرقامهم أو حجم مشاركتهم فيها كلام هو أخذ على قبل كده وهو حبيب السن الزهر وهو تلع أتكلم عليها أخذ أكتر بعمل الخبرة هو أخذ على القناعات أنا شايفه أكتر على قناعات وهو مكتنع هو يعني بدليل إن حسين الشحات يعني هل طبيعي في ظل القناعات دي مثلا لما نيجي الخط الدفاع نلاقي اسم مثلا أنا يعني ضربت المثال وتاني بقرر عشان لما حضرش كلام قبل كاتب الأمور واضحة أنا بأتكلمش بالألوان ومش بأتكلم على العيبة عشان هتخص النادي الأهلي لأنه أنا في النهاية في الأول والآخر يهمني العناصر اللي تفيد منتخب الناس أنت اخترت أحمد حجازي وبالتأكيد حجازي لعب مهم جدا على مستوى الخبرة وعلى مستوى القيادة بره الملعب وجوه الملعب واخترت عمر كمال وعمر كمال واحد من أفضل مواهب المصرية في الفترة الأخيرة وبالتأكيد حتى لو كان مصاب وغاب على المشاركة مع فيوتشر فبالتأكيد هيكون وجوده مهم مع المنتخب لو احتاجته كع نفس مقياس حجازي وعمر كمال كانش ممكن ياسر إبراهيم وأكرم توفيقي يكونوا موجودين مثلا وليه بتقيس ده بده يعني ليه ياسر إبراهيم بيلعب بقاله فترة طويلة جدا أنا أقول لك تنعمل عشان الإصابة هو ياسر رجع وطبيعي هو رجل لسه ناهي كاس عالم ولعب سوبر فراجل أصلا في الملعب زيه زي محمد الشناء ومحمد الشناء طالع إجهاد وهو طالع إجهاد بصامش كبير حجازي ما فيش خلاف عليه لكن حجازي بعيد عن المشاركة فورمت المباريات مش عنده فالبطولة صعبة وملاعب أصلا أصعب فالموضوع هيبقى بالنسبة له صعب طب بعيد عن الإصابات كابتن أحمد أنت إسه فنيا معلش يعني ياسر الفترة الأخيرة فنيا أنا بتكلم ككورة لا أعلى من علي وإسلامة وأحمد أنا مش عشان أنا بنتكلم عشان منتخب مصر بكلم فنيا أوه بكلم فنيا لو أنا فنيا بختار لا يبقى منعم ياسر واختار أي حاجة بعده ده الطبيعي أيوة ده الطبيعي الفترة دي اللي احنا بنتكلم في الواقع للوقت هم اللي اتنين دول وكمل بهم أي حد لكن هو أنا آسف واخد علي وسامة وأحمد سامي كلهم لعيبة مميزة أيوة ياسي لا لا مش بقالل بس أنا بنتكلم فنيا أنا دلوقتي كابتن عشان وإحنا الاتنين استرايكر بس هو في التخليف دلوقتي أنا مش أنا ممكن أقول لك أسماء لعيبة ما يكونش عندها فرصة المشاركة في كاس أمم أفريقيا لكن كان مهم جدا تتواجد للي جاي بعد كده احنا بنتكلم عن كاس عالم 26-26 تقريبا 60-70% من الأسماء دي هتكون مش موجودة مش موجودة عامل السن لعيبة مثلا عمر فايد عامل شغلك احنا بنتبع المحترفين هنا كل يوم أربع فمحتاج لعيبة تتواجد تاخد الخبرة تعرف فكرك يعني لو انت كملت معنا المفترض والراجل ده يا مشروع طبعا فاللو انت كملت معنا يبقى شارك معاك وتدرب معاك وفيهم طريقة لعبك وفيهم أسلوبك وتمرن وخد خبرات من اللعيبة اللي جنب منه حجازي لو موجود معاك النهاردة ممكن يبقى مش موجود السنة الجاية صح علي جابر نفس الحاجة أقصد أقول انه فكرة التواصل الأجيال اللي بيقولوا انها كانت سبب رئيسي في بعض مصر عن التتويج ان ما كانش فيه تواصل الأجيال ده طبعا عشان ما ناخدش وقت كبير في خط الدفاع خط النص حمد فاتحي مام عشور النيني مروان عطية أحمد سيد زيزي والنبي أحمد نبيل كوكا محمود حمد المصري اي مش شايف غير حسين الشحات يعني من الأسماء اللي استبعدت يعني في الحتة اللي فورة في الحتة في النص في وسط الملعب دي أو في النحة الهجومية دي كنت شايف من ضمن الأسماء اللي كان ممكن يكون لها دور مستقبلا مصطفى زيكو كان ماشي بشكل جيد جدا أفشل للأسف الفترات الأخيرة ما بشاركش بشكل قوي لكن عنده خبرات كبيرة جدا يعني ما أعتقد دول تلات أسماء بالنسبة لي اللي ممكن يكون يعني مع عليهم خلاف شوية هو طبعا هو حسين يعني هو الناس اللي عالدائرة دول كلهم منطقيا كده يمكن عشان فيه وفرة يعني حسين طبعا فيه وفرة من أكتر اللعيب اللي فهيئة في الفترة الأخيرة طبعا طبعا ومفعال ومؤسس ومعندكش الخامة دي خلا بالك يعني المجموعة دي روم هم الحتة اللي فوقها كابتن أشرف يعني عمر مرموش حسين مختلف عنه تماما يعني عمر وتريزيجين الاتنين تفسهم هم حسين واحد في الكورة يعني حسين لا حسين مختلف تماما عنهم طبعا خامة مختلفة مصطفى فتحي هو أخده محمد صلاح لو هو أغير في والمبارشة غالس عد بيوم مطلع مصطفى محمد ومدخل محمد صلاح تسعى ولعب مصطفى فتحي مكان محمد صحف هو في الحتة دي لكن أنا برجع في حتة خط الوسط لا هو الراجل كله كده كويس أنا شايف المجموعة الأخيرة دي كابتن أشرف هو باستثناء حسين الشحات يعني حسين الشحات أنا حطوه في الحتة بتاع الهجوم لكن أنا بتكلم عن الحتة اللي يبقى خط الوسط لا الراجل من فترة هي دي المجموعة وكان موجود طريق حامد عشان طريق حامد طريق حامد الموقف الأخير اللي حصل وبعدين أعلن اعتزاله دولي فهو خلاص دخل كوكا ودي حاجة كويسة عشان حسين اللي هو يبقى بعيد عشان حسينه بعيد ولا حسينه مشوره مع المنتخب ما يسمحش لمدير فني أنه يعمل معه فكرة يعني واناس ياما ناس عتزلت دولي ورجعت ولا ايه ايوة بس أنا عصدي اللي هو عبدالسعيد مش كمل ضمن أسماء واستبعد من القائمة استبعد عواد ياسر طريق حامد دونجا لا بقولك عبدالسعيد يعني عتزل أوليا والرجل ورجل حجل الخمسين وحسين الشحات ورمضان صبح يمشي الكبالة ومحمد شريف شريف شايفيني أنه كان شريف بصراحة فائل الفترة دي يعني في الدورة السعودي ماشي بشكل جيد جدا ويعني مركز مستوى المنافسة قوي جدا ومستوى المنافسة مختلف يعني الدورة السعودي دورة قوي جدا والرجل ماشي بشكل مميز جدا وكنت شايف كمان أوفا يعني أوفا برضو من أسماء مستقبلا يعني بنتكلم على فكرة اللي ممكن معلك ومعندوش خبرات طبعا لسا لكن شايفوا من ضمن الأسماء اللي كان في فكرة عبد المنعم ما كانش عنده أي نوع من أقايا الخبرات عبد المنعم ما كانش حد يعرفه أساسا خلي بالك ورحمة كتير ورحمة كتير ورحمة كتير جد ورحمة صباح عبد المنعم رحمة سموحة لا لا يعني 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 شه مهور الكرة في مصر لما كانت فاجعل بتطير أفريقيا وكيروش راح جاب لعيب اسم محمد عبد المنعم الناس كانت أول مرة تشوف محمد عبد المسأل عندنا ناجي جد محمد ناجي جد كانش لعب ولا مباردة ولا يعني أيه خد دورة ودية في قطر وبعد انطلاع عميد وخرج وهو دخل مكانه ما هي البطولات دي بس أنا على كلام حركة كابتن أحمد لو هو عاوز معلش كابتن رابي محدش كان يتخيل أنه مطش اتحاد جدة ديانجي بقى وره وكونوا كايبا جوبا صحيح صح ولا غلط وكان واحد من النجوم المباراة يعني بيلعب على على فابيني وعلى انجولو كانت قدم جيم عالم وخلى علم معلول استعاد ده على فكرة وواحد من أدوار المدرب ها طبعا ومتهالي أكتر حد عنده المساحة دي هو مدير فني منتخب يعني أي مدير فني نادي هو مجبر على السكواتر لكن العين اللي بتشوف المدير الفني اللي بيشوف كل اللعيبة دي وبيعف يختار بعينه دي واحدة من أهم الحاجات من الناس برضو اللي في خط الهجوم اللي هو استبعدهم يعني مدام هو يعني نكون شايف قسامة فصل عمل بطول أخيرة برضو في منتخب أولومبيك كويس جدا كممكن برضو يديله زي عمر فايد يعني يدخله في وسط الناس اللي هي كبيرة دي كبيرة محتاج تعمل محتاج أيوة يديله الثقة أكتر عندنا منتخب أولومبيك كويس على فكرة طبعا جدا مستقبل مصر إن شاء الله في يوم العيبة كثير جدا مبشرة إن شاء الله مستقبل مصر في فتح جاية وأعتقد ومنهم كثير هيبقى في كس العالم وجود فيتوريا الأربع سنين أو التعاقد معها لمدة أربع سنين هو مشروع متكامل للمنتخب الأولمبيا مع المنتخب الأولمبيا فإذا أعتقدنا هيعمل طفرة إن شاء الله للمنتخبنا يعني بإذن الله مشايفين البطولة إزاي وهل مصر رايحت نفس على اللقب وحزوزنا فيقين قادرين أولى البطولة صعبة المنال المنتخب مصر يعني أصبح سكواد مميز فيه انسجام فيه من فترات طويلة المجموعة دي بتلعب مع بعض فيه قائد محمد صلاح موجود مع الشناوي طبعا مع الأسماء الموجودة فيه لعبة كبيرة وتقيلة عندهم خبرات كبيرة جدا صحيح فيه فيه سنغال وكدفور ومغرب جزائر تونس فيه أسماء كبيرة ومنتخبات كبيرة جدا جدا وعندهم أسماء يعني مميزة جدا محترفين في كل العالم لكن مصر أعتقد أن ممكن توصل لأبعد نقطة أتمنى بس أن تركيزنا لأننا دايما في البطولات المجمعة دي بتفرق معنا جدا جدا عملية التركيز الكبير يعني أتمنى إن شاء الله نوصل لأبعد نقطة حتى لو نوصل لنائي لكن بطولة صعبة الجمهور بيقسها كده لو أنتم مختلفين معايا قولوني تاتويك بالبطولة هو قمة النجاح وخروجك من دول المجموعات وخصصا مجموعة مصر يعني مفترض أنه فريد راح ينفس مجموعة سهلة أقوى فرقة فيها غانة اللي ما بقتش غانة صحيح قمة الفشل هو أنك تخرج بدري بدري طبعا ما بينهم إزاي نعتبر أو إزاي نقيس أدنى درجات النجاح لرويف فيتوريا وأقصى درجات الفشل يعني لو حقق إيه نقدر نقول أنه قدم بطولة نجحة مع منتخب مصر والمشروع ده يستحق أنه يستمر أو نقول لا هنا لازم يبقى في وقفة هو طبعا يعني هو الراجل المنتخب مصر المتصنف من المنتخب اللي هو لا لا يعني مش هقول لازم طبعا فيش فكرة حاجة اسمها لازم بس هو راح ينفس بس نفس ده زي ما حراك بتقول يعني الفشل بيتقاس لو أنا خرجت من دور المجموعة من أول دور ده يبقى فشل لكن لأنا أوصل زي البطولة اللي قبل كده وصلنا نهائي مع السنغال فده عاوز أقول لحراك ده كان نجاح لكيروش اللي هو يوصل بالمنتخب لأبعد مكان كده ويلعب النهائي مع السنغال فده حاجة كويسة فهو الراجل كل الناس بصة وشايفة اللي هو لازم البطولة دي مش هيقبله على أقل على أقل أقل من البطولة اللي فاتت اللي أنا لازم فائل آه وأنا برضو رغم اللي فيه منتخبات فيه المغرب وجزائر وتونس بس اللي أنا عاوز أقول لحراك المنتخبات دي بيزداد في البطولة في بطولة أفريكيا كابتن أشرف يعني السن البطولة اللي فاتت كان الجزائر رح كس عالم المغرب كان رح كس عالم لقيتهم في بطولة أفريكيا بيقدوا بأداء مش خاص جدا كان تركزهم آه فهو كانوا مش مركزين ما بيهتموش ببطولة أفريكيا قوي زي المحافل اللي هي الكبيرة لكن احنا كمنتخب مصر متعودين عنها والجيل ده الواحد يتمنى يتمنى اللي هو هو فاضل اللي هو ياخد بطولة أفريكيا عشان يبقى حق كل حاجة فان شاء الله يعمله بطولة كويسة وصلت مرة مع هكتور كوبر نهائي قدام كاميرا وصلت مرة مع كيروش قدام السن وبنفس الجيل اعتقد رمعة كبيرة 70-80% من نفس التشكيل ايه اللي اختلف الطريقة او شخصية منتخب مصر في النسخة بتاعتوي فيتوريا عن نسخة كيروش ونسخة هكتور كوبر الجاهزية لان انا شايف ان مثلا مع مستر كوبر كانت المجموعة اللي عامين ما عندهمش خبرات كبيرة كانت لسه مجموعة يعني ما فيش تألف وانسجام وما كانش فيه طريقة لعب يعني كنا دايما بنتكلم لقد كان فيه طريقة لعب الدفاعية اوه 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 بالنسبة لي الاسماء اللي موجودة في الخط الهجومي عندنا من افضل اسماء موجودة في العقية يعني بكلم عن صلاح تريزيجي مرموش مصطفى محمد زيزو كلهم اسماء كبيرة جدا جدا وكهربة ووفاء كده طبعا وكهربة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكسر الدنيا في مجموعة يعني انا شايفهم من افضل اسماء الموجودة في افريقيا هو العالم وبالتالي لا فيه جهزية تفرج كتير جدا عن قبل كده مع ميسر كوبر الخط الهجومي تحديدا يقدر يعمل لك التحولات الهجومية دي يقدر يعمل لك نقلة كبيرة جدا جدا يعني تضغط بيها على المنافسين عكس قبل كده انت كنت بتستقبل دايما هجوم المنافسين عليك لانك اقل او اضعف او احساسك بده لعدم الجهزية النهاردة الموضوع اختلف تماما فشايف ان شاء الله ان ممكن المجموعة دي يتحقق لان خدوا خبرات كبيرة جدا خدوا خبرات كبيرة جدا لي ومماش خصير يستهلوا بصراحة هو كمان الراجل فيتوريا يعني اسلوب لعبه مختلف جدا عن كيروش وعن كوبر وعن خالص يعني هو بيلعب بيعتمد على المجموعة كل مش على فرض واحد يلعب وكورة عمله من ارواح لك هو اسلوب لعبه لعبه مختلف تماما يعني كوبر وكيروش كابتن جهري شوية يعني كابتن جهري في نفسه جدا لو لاحظت كابتن جهري علي جبر وحمد جازي وقفينا على كوسة 18 وخط نص الملعب قريبين منهم ومحمد صعر نزع نص الملعب وبتعمل كونتر قتلك على الصلاح فصلاح لو كان مع المتنين مدربين دول لو تلعب عليه من في اي مباراة ما بتلاهوش لكن هو دلوقتي الراجل ده ورغم كده نجحه في الوصول نحن طبعا نحن نهاية أفرق الشكل ده بالطريقة دي لكن هو الراجل ده اسلوب لعبه مختلف بيشتغل على المجموع شوية المجموعة كبيرة من اللعب ووجود كهرباء برضو ده برضو قلل من فرص حسين شوية انا شايف كده برضو يعني هو ممكن يكون شايف كهرباء بيلعب طرف شمال وبيلعب تسعة بيلعب تسعة وحداشر فبيلعب في مكانين فأيوم دير فني بيبص على اللعب بيلعب في كذا مكان في الملعب بيحلله مشاكل جوى الملعب يعني كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الرهان الحقيقة على المنتخب السندي مختلف بشكل كبير وإيمان المصريين حتى مع وجود منافسة تكلم على عتاولة في أفريقيا النهاردة منتخب مغرب رابع عالم سنغال الحامل لقب كود ديفوار بتصديف البطولة إلى جانب طبعا منتخبات كالعادة عادنا دايما قوية وحضرة منافسة زي تونس والجزائر والكامير فبالتأكيد بطولة مش سهلة لكن أحساسي أنه مفيش سنة أو مفيش نسخة من الكان كنا عارف فيها زي السنة دي وبإذن الله يكون التوفيق حلفنا أختم معاكم بملف كل جماهين نادي لأهلي بمجرد نهاية ماتش السوبر بتتكلم فيه الميركاتو الشتوي اللي يبدأ إن شاء الله يقوم الاثنين من وجهة نظر كابتن عشرف كابتن رامي هبدأ بالمراكز الأول أهم المراكز اللي شايفين إنه الأهلي محتاج إنه يفكر فيها ويدعم فيه اجتماع بين ميستر كولر وكابتن خطيب على احتياجات الفريق قبل ما راجل يروح أجازة وأكيد دكت الأهلي هتشتغل على الملف ده من وجهة نظركم أفضل المراكز أو أهم المراكز اللي محتاجتها يعني أنت بتشتغل على مرحلة على أقل المرحلة اللي جاية لكن أعتقد المرحلة اللي قبل بداية الموسم كانت مهمة جدا أنك تشتغل على الفترة دي أو الموسم ده لأن كان عندك بطولات مهمة جدا من بداية الموسم يعني عشان كده كان فيه تعافل مع مودست انت رضا رضا سليم إن شاء الله يرجع إن شاء الله مع العودة للتدريبات يرجع إن شاء الله بعد ما اكتمل البرنامج أنا شايف إن مهاجم طبعا مهم جدا صحيح مودست يعني ابتدى يرجع شوية لكن انت لسه محتاج مهاجم بمواصفات تحت السن ولا جاهز فكرة تحت السن دي يعني صغير قوي نادل أهلي محتاج حد عنده خبرات لكن سنه 23-24 سائل الأزمة فكرة تحت السن دي ما عندهوش خبرات وده أنا مش محتاجه يعني أقصد أقول أنه أنت لو هتجيب مهاجم فوق السن يبقى محتاج تطلع واحد من المختلفين لو تحت السن هتخلي تحت أي ظرف محتاج مهاجم يستحق أن ينضم نادل أهلي مهاجم قوي فايتر يعني سوبر لأن نادل أهلي فعلا محتاج بدليل أن يخسرنا بطولات كثيرة جدا نتيجة أنك تضيع فرص كثيرة جدا بس مهاجم تكتفي يعني شايف الميركاتو ممكن يكون عندنا مثلا مدافع مع الثلاثة أرباع الموجودين باكليفت مع كريم ومع لكن الأهم كابتن رابي أنا متفق مع الكابتن أشرف طبعا بس المشكلة في الميركاتو الشتوي يبقى الموضوع صعب صعب جدا ونادي يطلع لعيب مميز عنده أو بيعتمد عليها يبقى الموضوع صعب وده اللي أنا كنا بنتكلم عليه في بداية تبخليني قبل ما نكلم على الأسماء يكلم على المراكز أنت شايف في مراكز تعاني في النادي الأهلي ولا ما فيش حاجة اسمها معاناة لا لا ما فيش معاناة فقط أنا شايف أنت لو جبناها من حراسة المرمى فيش النهوي في مستوى شبير محمد هاني أكرم علي معلول كريم كوكا أنت بتتكلم برضو اللاعب اللي هو بيلعب في كذا مكان ده بيحل لك مشاكل كتير الدائرة مروان وإمام والسلية وديانج وفتاح فأنا بقول لك والحتة اللي فوق هو اللي أنا محتاجه سترايكر تسعة تسعة سترايكر اللي هو بيقدر الفرقة تطلع عليه يعتمدوا عليه ويجي وقت لازم مش كل حاجة يبقى حسين وبرسته لو المفاتيح الإعارات بتاعتك في حد لفت نظرك يستحق أنه يرجع في نصف الموسم ولا يبقى الوضع أو الحل على ما هو عليه لا يعني أعتقد لسه شوية قدوسي ملفتش نظرك جدا وأنا شايف أنه استمراره لو مش يلعب ويستمر أو يرجع يلعب في ندل أهلي لا يستمر لنهاية الموسم متفكت رابي مرة تانية أقول لكم ألف مبروك يعني زي ما توقعت أنت في آخر مرة تقبلنا هنختب السنة فرحة حلوة وعلى تقبل فرحتين يعني مرضين بالنسبة لجمهين النادي الأهلي سواء الفوز ببرونزية سباك من البرونزية العروض والأدام على النادي الأهلي خصوصا قدام التحدي جدا ورادز ثم الفوز والتتتويج بالسوبر المصري إن شاء الله ويعني مش عايز حسين وياسر يزعلوا إن شاء الله اللي جاي أفضل كل الدعم اللي منتخبنا طبعا إن شاء الله رامي نورتنا ويعني فرصة سعيدة جدا اكتشرفنا في السادسة الأول مرة وأكيد طبعا إن شاء الله إن شاء الله نتقبل تاني كابتر رامي إن شاء الله إن شاء الله مميز جدا لكن العروف كان صعبة جدا مميز جدا كمان اكتشفنا النهاردة طبعا إن شاء الله بإذن الله يبقى دائما نور في الدنيا كابتر رامي مبروك مرة تانية يا رب إن شاء الله يعني سنة تبقى سعيدة عليكم سنة سعيدة على الجمهي الندي الأهلي وعلى كل المصريين أين كانت انتمقتهم سنة بالخير والصحة والسعادة دايما بشكركم على المتابعة تحياتي